السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات اليوم سنعمل زهرة جدا سهلة وبسيطة التنفيذ فهيا بنا بسم الله نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم نرتفع منها بسلسلتين وليست لها أي اعتبار والآن الدور الأول في نفس الحلقة سنشتغل 16 عمود بلفة واحد اثنان خمسة عشر وستة عشر ثم نسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة ثم سنقفل الدور بمنزلقة ليست في السلسلة إنما في أول عمود بلفة نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنغير لون الخيط لعمل بثلات الزهرة ندخل الخيط في أي غرزة من هذه الغرز نعقده ثم نبدأ بالدور الثاني سنرتفع بعشرة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة والآن سنترك السلسلتين من بعد الإبرة ثم نصف عمود بلفة في السلسلة الثالثة نصف عمود لفة أيضا في السلسلة التي تليها عمود بلفة واحدة في ثلاثة سلاسل متتالية واحد اثنان ثلاثة يتبقى لدينا ثلاث سلاسل سنشتغل نصف عمود بلفة في سلسلتين متتاليتين واحد واثنان وفي آخر سلسلة سنشتغل فيها منزلقة ثم سنقفل البتلة في الغرزة التالية في وسط وسط الزهرة سنقفل بمنزلقة وهكذا سيكون لدينا شكل البتلة المكتمل في هذه الزهرة والآن سنكرر نفس الطريقة سنرتفع بعشرة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة ثم نترك سلسلتين من بعد الإبرة نصف عمود بلفة في السلسلة الثالثة نصف عمود بلفة في السلسلة التي تليها أيضا عمود بلفة واحدة في ثلاثة سلاسل متتالية واحد اثنان ثلاثة ثم نصف عمود بلفة في سلسلتين متتاليتين واحد اثنان وفي آخر سلسلة دائما نشتغل فيها منزلقة ثم نقفل البتلة في الغرزة التالية الموجودة في وسط الزهرة بمنزلقة بهذا الشكل ثم نعود ونرتفع بعشرة سلاسل ونكرر نفس الطريقة السابقة حتى نهاية هذا الدور وسنحصل فيه على ستة عشر بتلة بهذا الشكل وعندما نصل إلى البتلة السادسة عشر سنقفل بمنزلقة في الغرزة التي بدأنا فيها أول بتلة في هذا الدور نشتغل منزلقة بهذا الشكل وحتى نثبت هذه البتلات بشكل معين سنبدأ بالدور الثالث سنشتغل منزلقة في أربع غرز متتالية عند البتلة الأولى هذه الغرزة الأولى سنشتغل عندها منزلقة واحد اثنان ثلاثة وأربعة وخمسة منزلقة في خمس غرز متتالية وسنترك واحد اثنان ثلاث غرز عند رأس البتلة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل ندفع البتلة هكذا أو نطبق البتلة إلى الأمام ننتقل مباشرة إلى البتلة التالية ثم نعد لن نعد السلسلتين هنا في بداية رأس البتلة إنما من بداية أول غرزة التي كانت هي نصف عمود بلفة واحد اثنان ثلاثة وعند الغرزة الرابعة سنشتغل منزلقة وهكذا ستكون البتلات بهذا الشكل والآن سنكرر نرتفع بثلاثة سلاسل واحد اثنان ثلاثة ننتقل إلى البتلة التالية وسنعد من رأس البتلة نترك هذه السلسلتين ونعد من عند نصف عمود بلفة واحد اثنان ثلاثة ومنزلقة ومنزلقة عند الغرزة الرابعة ثم نعود ونرتفع بثلاثة سلاسل وهكذا نكرر حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى آخر البتلة سنقفل الدور بهذه الطريقة نرتفع بثلاثة سلاسل نطبق البتلة هذه الأخيرة إلى الأمام ونشتغل منزلقة عند أول منزلقة هنا عند الغرزة الرابعة عند البتلة الأولى سنشتغل منزلقة نرتفع بسلسلة ثم ننقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله ألقاكم في فيديوهات أخرى مع أعمال جديدة وزهور أنيقة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة